قبل خمس وعشرين عاما انشئ المعهد العربي والاسلامي في توكيو تم افتتاح المعهد لاستقبال الطلاب اليابانيين لإشباع رغبتهم في تعلم اللغة العربية والتعرف على ثقافتها وعلومها وقد كان هذا المعهد يمثل هدية من مملكة العربية السعودية للشعب الياباني عامة ولخدمة المسلمين خاصة تتنوع فعاليات المعهد بالإضافة إلى المهمة التعليمية إلى تنظيم وعقد الندوات التي تتناول المواضيع الثقافية التي تقرب بين البلدين وإقامة البرامج والخدمات الاجتماعية حيث يؤدي المنتسبون إلى المعهد بالتعاون مع السفارة السعودية في اليابان والملحقية الثقافية السعودية في توكيو فعاليات عدة ومتنوعة يعد المعهد منارة علمية يربط المسلمين في اليابان بأمتهم الإسلامية وقضاياها بعد تسليحهم بالعلم والمعرفة ليؤهلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم محمد غروي توكيو